اشتركوا في القناة انا اريد ان اعرف ماذا حرككم على الايفون الاسئي ترى عجبنا والله ممتاز مرتاح النظر ملزلته ماذا اريد ان امتع بنافسكم السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد ويمكن يقهر بعض الناس انا اعرف اذا قالوا الايفون قبل تكذب عليكم وتقص عليكم وحطت لكم ثلاثة قاية قرام من الجهاز الثاني وصلت 16 هذا يتكلم عن الارقام ولي جيد قلت له اوكي المعالج حق نقوي نزين قالوا اوكي بس ان النظام يختلف طيب قلت لكم برضو الرام قبل الجهاز حقه متكي على المعالج وليس متكي على الرام انتم متكيين على الرام وليس متكيين على البرامج احنا باداء قبل تكذب عليكم شان جايب الجهاز من 2005 2002 و2003 و2001 جايب الجهاز شكل عام 1990 جايبتها حين تخليك تشترونا بـ 400 دولار احنا مستنسين احنا مستنسين احنا بالنسبة لنا شي ممتاز قبل صوتها جايبت لنا جهاز غديم اشخاص عادي الشكل عندهم جايبون اداء انا بالنسبة لي انتو تقول ان ابل قصت علينا انا بالنسبة لي ابل ما قصت علينا لا اندرويد قصت علي اشخاص اللي اشترون اندرويد ما احترامي لكم يعني مثلا اشتري جوال بـ 700 و800 هذا الغالي لكن اذا كنت تبي جوال الخيص بـ 400 لازم تشتري الفئة الثانية مش الفلاكشب الفئة الثانية اللي فيها معالج بـ 600 بـ 700 قيمة الرقم المعالج مثلا معالج ليس بالفلاكشب طيب اشريتها؟ ولو تجي تقول لحق الشخص اه شريك اشتري جوال فلاكشب لكن ما عندي قيمة الفلاكشب اشتري الجوالات الفئة الثانية المتوسطة راح يقولك لا اشترلك فلاكشب من السن الراحت ولا تشتري الفئة المتوسطة لقيتها ليش؟ قال لك المعالج معالج رقم 700 و 600 معالجات اكسينوس او سناب دراجون مش كويسة يمكن الفلاكشب ما للسن الراحت يكون افضل منهم طيب قبل ما فعلت لك؟ قبل ما فعلت لك اكس جبت لك جهاز ما للسن الراحت او السن القبلها جهاز غديم وحطتك معالج جديد يعني تخيل معالج سامسونج اجهزتها الفئة الثانية مثلا تجيب لك الفئة نفس هذه تغير لك الشكل وتعطيك اياه وتتعاطيك معالج غديم هذه الحركات الربح قادتها خسرتها على الشكل لكن اداع واطي بمرة ابرو الاشتواد قادتلك لا أنا بيعطي اداء خلي الشكل وما اخسر في قيمة الشكل أعطيك معالج جديد اخسر في المعالج فهذه الحركة الثانية فهذه الحركة الثانية ونحن بالنسبة لي هذه الحركة الصحيحة بالنسبة لي أنا أبي اداء خلي الشكل بعض الشخص ما يهتمون في شكل وناس كثير ما تحتم في الشكل أبي أداء ما ليه في الشغل في الشكل أنا صرت بشكل وأداء أخذ جهاز غالية يعني أنا بمدح على أداءهم والشكل حقهم بالنسبة لي ممتاز طيب النوتش بعض الأشخاص ما يعجبون كل شيء ما نشغل فيه هذا كذا لكن هناك الأشكال أما كتجي لحق جهاز أوه في كبير فوق وكبير تحت طيب 400 أحدث معالج أنت قاعد تكلمني بالأندرويد والأربعمية اللي قاعد تدم فيه ترى أقوى من جهازك في الأداء وبطارية ألف وثمانمية ترى أقوى من جهازك ألف وثمانمية ترى يعطيك أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات لو أحط الكيس باتري كيس كذا شوف كم يعطيني أقوى من جهازك اللي قاعد تستخدم أربعالاف وخمسمية مثلا نحن نبي أداء نبي أداء انت رحت حق شكل ما دميت شركاتكم اللي موجودة ما يعطونك شكل جريد بس معالج سائع يمكن يضعهم في الجهاز لكن يوم جيت أبل صوت الحركة وحطت معالج جديد قلت اوه الشكل قديم لنبي أداء وانتظر شركاتكم رح تسوي لك ذلك الحركة تنزلك شكل جريد لكن شكل مخسرت في شيء شكل بشع وتضع معالج جريد ترى تمشي الشركات اللي قاعد تدم في الآيفون الشركات مرتكم من الدرويد رح تسوي ذلك الحركة تجيب لك شكل قديم وتضع معالج جريد بس معالج لما تخسر في الشكل عشان يجيب لك جهاز شكله مبحلو او رخيص واداءه عالي لازم تسوي ذلك الحركة تسوي نفس ابل لديك خيارات تبي شكل اداء طايح او شكل واداء عالي انتم كيفك فان شاء الله وصلت المعلومة في نهاية الفيديو تنسونا اشتراك بالغناء ونشاهد المقطع من لك المقطع في تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني فضل دعاكم اتشرف باطلاتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة